اهلا وسهلا بحضراتكم في حديث القاهرة وفي الفقرية الاخيرة اللي حتكون معانا يوميا بازن الله في تحدثنا الدائم بناء على رغبات حضراتكم زميل العزيز الاستاذ خالد البراماوي خالد هو محلل المحتوى الرقمي اهلا وسهلا يا خالد اهلا بك يا سهر خالد نورنا يلا ندخل على طوي كان ايه ترند الاعلى بوس عندنا اول ترند وهو ترند خدمي كان قرار نزيله جهاز تنظيم الاتصالات نهاية اليوم ونهارده كان منتشر على معظم الصفحات المحلية وده جزء برضو مهم جدا ان كتير جدا من الصفحات والجروبس بتاعة الصحافة المحلية باني سويفل مينيا قوس بورسعيد اهتمت بيه كان قرار من جهاز تنظيم الاتصالات الان تي ار ايه بكود موحد يلغي لك كل خدمات او يخليك تعرف ايه الخدمات اللي عندك على التليفونية ايه خدمات بتدفعها وانت ما تعرفش وما بتستخدمهاش او حتى لو تعرف اه في كل الاحوال بتقدر تشوف وتلغيها كلها اللي بيسموها خدمات القيمة المضافة الاغاني الادعية التسبيح كل الكلام ده كله الكود ده الكود ده نجمة 155 شباك نجمة 155 شباك تقدر تضغط عليه بيجي لك مجموعة من الرسائل بناء عليها بتلغي الخدمة او تعمل القصة ان بان فترة كبيرة جدا فيه اهتمام كتير جدا من اه وزارة الاتصالات على الاستجابة لشكاوة اه لان كانت كترة الصراحة ايه وده امر ما نقدرش ننكره تجي عليك فلوس كتير وما تفهمش جامعة فلوس كتير وكمان برضو كان فيه بعض المشاكل في الشباكات تم التعامل معاها الشهرين اللي فاتوا فيه ترددات جات واعتقد هتبقى افضل بكتير جدا الفترة اللي فاتت يا ريت جهاز تنظيم الاتصالات قال ان احنا عندنا 250 الف شكوى جات في خلال اول 9 شهور يا خبر وهيرد للناس 150 مليون ونص مليون ونص جنيه هتترد للناس انا في اعتقاد دي الرقم اكبر يعني الـ Value Add Service او اللي بيسموه الفاس او خدمات القيمة المضافة دي واحدة من مصادر الربح الكبيرة لشركات المحمول وحقهم مفاش مشاكل لكن الفكرة ان انا كمستخدم يبقى عندي الحق ان انا الغي الخدمة اوقفها مش فجأة لاي نفسي يعني في بعض الاصدقاء مسيحيين وجات لهم ده ده اشتراكات بعد عيه دينية وابتهالات وحاجات للشيخ الشعراوي فالموضوع كان كوميدي جدا طيب يعني غيره الترند اللي بقى طيب غيره كان عندنا طبعا الله يرحمه وحيد حامل كان ترند ده ارحمه وترند شعبي احنا بنتكلم على من بداية صباح اليوم وهو رقم واحد ترند شعبي بمعنى ايه بقى بمعنى ان انت ما بتتكلمش على مجموعة من الصفوة او المشاهير بتتكلم عليه انت بتتكلم على ناس عادية جدا بتدخل وناس عادية جدا بتتكلم اي يعني مختلف عن قراء مثلا المرحوم الدكتور احمد خالي التوفيق او الاستاذ الراحل نبيل فاروق اه انا في اعتقادي دلهم جيل من القراءة وحلافه جيل احمد خالي التوفيق ونبيل فاروق انا في اعتقادي اللي هو الجيل بتاع التمانينات اواخر التمانينات وبداية التمانينات واواخر السبعينات لكن تتكلم على حقيقة حامل ده عبر الاجال ده راجل كامل ده مشترك ده موجود هتلاقيه في الموليد الخمسينات والستينات والسبعينيات موجودين راجل صورة راجل عنده شعبية بمقالاته عنده شعبية بقراءه بجراءته في زمن الاخوان وقبل زمن الاخوان شغل التلفزيوني وشغل السينمائي مؤثر جدا عند الناس وقفهات والحاجات اللي قالها طب كانت ايه ردود الفعل بعدها كان عندنا اغلب طبعا ردود الفعل بتتكلم على ان ازاي اثر فينا وازاي لحد الوقت تعليقات افلامه وجمل افلامه وازاي يقدر يجمع ما بين انت تتكلم عن لغة بسيطة ولغة كوميدية وبتحمل معنى ورسالة ايه انا في اعتقادي ماكس غريب جدا ومش ده بس اللي قلتوا ناس كتير جدا قالوه وزكروه وعددوه كانوا دايما الكلمة القامل ما بينهم كلهم بيقولوا ايه الكاتب الكبير ايه ده الكلمة المشتركة بكل التغريدات الوجه الاخر للتغريدات للأسف بقى اه مش للأسف والحاجة وده متوقع طول الوقت منهم الله ينوع عليك ده جزء من التقليل لان كتير جدا من افلام الله يرحمه وحيد حامد وكتاباته كانت في الصميم عشان كده تنعرّف بتضرب الجامعات والطيارات الإرهابية والإسلامية دي المدعي المتأسلمة افتكر معايا الإرهاب وجعهم طبعا طبعا الإرهاب والكباب وجعهم جد الطيور الظلام الطيور الظلام الجماعة واحد الجماعة اتنين فكان توزا باينت دخل وبيتكلم على أمور حياتية ومواقف بنشوفها كتير جدا وازاي يشوف ازاي النازلي تسللت للمجتمع المصري لم يكن كتب سلطة حتى في زمن من الأزمنة يعني انت شوف فيلم البريء كان عامل زي اللعبة من الكبار مع الكبار كان ايه البريء لا 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 يعني لا لا وتكلم على ظهر كتير جدا فحصل طبعا فيه ناس دخلت لما بيجي بقى أنا بحب أقول اللقطة دي لقطة لما بشوف الإخوان والجماعات دي بتبدأ تتكلم على رمز زي وحيد حامد الردود بتبقى زي الردود الشعبية من الناس العادية اللي بتدخل تتكلم جدا جدا يعني بس تانين شبتانين فيها كلمات خارجة كنت هاجبها لكن لا شبتانين اه فيه شماتة اول ده بتاع يعني وبرضه هما بيكرروها مرة تانية الموت كأنه عقاب الموت كأنه عقاب كأنه معاهم توكيل من ملك الموت ربنا يحمدنا منه طيب عندنا طبعا احنا بنتكلم بقى على البحث بشكل عام الشحات مبروك علي الشحات مبروك قال ايه قال ان الجايزة كويسة وتمام وده بطولة لكن مش من اتحاد كمان للاجسام ودي مش جايزة معتمدة والجايزة دي هو بمعنى الكلمة وما فيش النقطة بالجوهرية ان ما فيش مراقبة على هل في منشطات ولا لأ هو ما قالش ان بيجرامي خد منشطات او لأ بس قال لي ان البطولة دي لا تشترط او لا تشترط الكشف على الكشف فحصل دي بيت عليها ونهز هجمت ونهز دفعت عن القصة وانا بيني وبينك بقى اول ما حصلت قصة بيجرامي هي بطولة حالو والواد عامل قصة قصة عظيمة وبعدلية بتاعت المحترفين في هذا المجال لكن 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 يعني اهتمام الصحافة العالمية بالقصة يكادي يكون مش موجود فده جزء برضو من فكرة الترند واستهلاكنا للترند وتعاملنا وفهمنا للقصة دي عندنا برضو قصتين ليهم علاقة بكورونا رولا محمود الفنانة اللي كانت اختفت مرتين ايه شهر مارس حصل رولا محمود اللي كانت بتمثل بنت أحمد زاكي في المعالي الوزير اه اوكي شغل برضو الأستاذ وحيد حال اوكي الله يرحم الله يرحم ففي مارس قيل انها اختفت ثم طلع شقيقها وقال موجودة ثم اللي يبزبوعين اللي فاتوا مفروض هي اللازم يقول انها في لندن اه هي مقونا من البعض قال ان هي ماتت وادفنت جالها كورونا وكانت بتستغيس واختفت فدفنت دف مارس تلقى الكلام ده مش صحيح اخوها قال ده انا لسه مكلمة من اسبوعين وردت عليها بس بعد كده اختفت تاني وقفل التليفوناتا ومش عارفة ووصلها ففي كلام عليها بقى وربطوها بالكومن بتاع مليش وحيد ولا غريب ولا قريب ولا حبيب والكلام ده اليوم السمك اتناشرة ستوري كويسة جدا عن الموضوع ده الله يرحمه المخرج السوري حاتم علي برضو كان ترينت وناس كتير جدا اهتمت به وتعطفت جدا مع الموقف بتاعه وخاصة انه هو كان موجود في مصر لفترة كبيرة جدا وعنده اصدقاء كتير جدا ودائرة معارف كتير جدا وعمل اعمال في مصر جميلة فدي كانت بأمانة والاتنين يعني خلينا الايام دي مش عايز اقول رأي حتى الموت محيطة لكن فعلا الواقع الموت رأي يبقى ولازق فينا يعني على جميل واحد طيب تختم لي بايه طيب اختملك بايه احنا عندنا حمزة نامرة حمزة نامرة حمزة نامرة هيكون معايا بكرا ان شاء الله كمان لمناسبة اللي هو عامل تريند ولا مناسبة اللي هو هو تريند ومعانا بكرا حمزة انا بحبط حمزة عامل حلقة وبشكره جدا انه اهدلنا اغنيه للعرض في اي وقت بذكره جدا عنده اغنية رقم واحد على يوتيوب نزلها يوم تلاتين بقت رقم واحد من يوم واحد في الشهر وتاني يوم عاملة تلاتة ونص مليون عندنا برضو حاجات كتيرة جدا اللي هي علاقة بمسلسل مي عمر برضو تعليقات ملايين عاملت شغلة حلوة جدا بعمل المسلسل محمد منير اغنيته برضو موجودة في حاجة كتيرا نختم بيها ده كان تريند كان موجود في مصر على فكرة الفاتر الفاتي ديك بحبات العنب وكان بيقولك ان العنب في اوروبا وغالي ورخيص وقصة طريفة وشوفنا كتير جدا من زميننا ودعب الحب اصل القصة ايه بقى اصل القصة ان في اسبانيا بيجي معرس السنة عندهم تقليد بيجيبوا 12 حبة و24 حبة وكل شخص وهو بيحتفل معدقات الساعة 12 12 بيبدأ كل سنة بعد 12 وبعض الناس كانت بتحظر انه ممكن يبلع وحصل كثير قصة يعني طريفة بس فدي كانت بداية احنا عندنا في اسكندريا على فكرة لا كملي بتاع الست العربية الخليجية اه اللي يقال انها خليجية قصتين قصتين عربيتين ولهم اثر على التريند المصري القصة بتاعت السيدة العربية اللي هي قيلة انها تزوجت سائقة وقيل ان السائق بتاعها ده باكستاني وقيل ان السائق بتاعها ده سائق رئيس الوزراء الباكستاني ايه واكتر من موقع نشر السنة دي قالوا انها اثرية جدا سروتها 8 مليار دولار المفاجئ في الموضوع اللي نشر ده دوتش فيلا انا اشك بأمان اه تشك في ايه انا اشك ان ان التقرير صحيح بمعنى سروتها ما فيش اي نفس مصلي ايه ما بتشكش انه منشور على دوتش فيلا لا منشور على دوتش فيلا لكن انت مستغرب انه دوتش فيلا تتعامل مع ده ولم يكن لديها من مصادر موثقة فيه احنا الكلام على تقرير اسمه تداولت هو على الشبكات الاجتماع تم تداوله على الشبكات الاجتماع احنا اتعرفنا تم تداوله على الشبكات الاجتماعية ده ربما يكون مصدر لمعلومة لكن مش مصدر لقصة خبرية اه مصدر اصلي 6 8 مليار دولار ياريتم بغناء يا جماعة 8 مليار 8 مليار دولار وتصورها كأنه فراحة امرا ما ظهرت في القوائل الاغنى وبيقولوا ان ده سواق باكستان وبقى ترند في باكستان وترند في بعض دول الخليج ده حقيق وبعض الدول وكان فيه ترند تاني برضو معاه بس انا احنا عايزين ااكد بس على القصة دي ايوة هي ملمح اه مش متأكدين منها القصة التانية كان فندق في الكويت حصل في حفلة تلعت فيديوهات بقى ترند وقال لك اغلق الفندق وطلع وزير اعلام وقال لك تم المحاسبة وطلع السلطات باسمية واغلاقة الفندق وجابت اغلاقة القاعة اللي كانت فيها برضو كان ترند في مصر وصباح اليوم وده جزء ترند في مصر اه كان ترند فيه في القاعة كان الرقم كان الترند كان مطالبة بقفل الreetel او الفندق وكان كان عامل احتفالات كان عامل احتفالات راس السنة وكان فيها حاجات ووفقا لكلامهم اه مش في فيديوهات اه evet كان فيه فيديو وكان فيه بنت وولد بيقوشه بعض واحتفالات وحاجات كده منكرات وحاجات فقيل ان ده على حسب وجهة النظر البعض كان بيقوله لبنان بقى لما احتفلت براس السنة قاله الناس ما ترقصوش عودوا عالترابيزات وما ترقصوش عشان اتبعت او رقصوا عالترابيزات عشان اتبعت بالزبط كده بشكرك جدا سيدك العزيز خليلت برامورة ونورتنا بشكركوا دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة من حديث القاهرة الذي لا ينتقي حنام ونتكلم في حديث القاهرة ونجهز لكم حديث اخرى تدور في ارقة وشوارع وبيوت القاهرة العامرة الساهرة ومصر بخير طول ما انتو بخير اسبوع لخير